بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل بإذن الله تسليط الأذواء على فتاوى الإمام الجليل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله امتدادا لحلقاتنا السابقة قال رحمه الله في بياني أن العبد لا يسأل إلا الله بعد أن أورد قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب قال وفي الترمذي ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم يوسره لم يتيسر وفي الصحيح أنه قال لعدي بن مالك والرهط الذين بايعهم معه لا تسأل الناس شيئا فكان صوت أحدهم إذا سقط من يده لا يقول لأحد ناولني إياه وفي الصحيح من حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون والاسترقاء طلب الرقية وهو نوع من السؤال قال رحمه الله وأحاديث النهي عن مسألة الناس كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة وقوله صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم حبله الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدهم وقوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه وأمثال ذلك وهذا الذي ذكره الشيخ من الآيات والأحاديث هو شرح لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله إذ مفهومه المنع من سؤال غير الله وذلك أن يسأل الناس شيئا من أمور الدنيا لما في ذلك من الذلة والافتقار إلى غير الله فأما سؤال أهل العلم فإنه غير داخل في هذا المنع لأن الله قد أمر به في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والمقصود سؤالهم عن أمور الدين التي تشكل على السائل قال رحمه الله في هذا المعنى فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب والسائل محتاج إلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال ولكن من المسائل ما ينهى عنه كما قال تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وكانه صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك ثم استشكل الشيخ رحمه الله قضية طلب الدعاء من الغير هل هي من السؤال الممنوع أو من السؤال الجائز يعني أن تقول لغيرك ادعو الله لي فقال رحمه الله وأما سؤاله لغيره أن يدعو له فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا من دعائك وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة قال رحمه الله وقد يقال هذا هو طلب من الأمة الدعاء له لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما كان أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم كما قال للذي قال أجعل صلاة كلها عليك فقال إذا يكفيك الله أهمك إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمرهم به وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم فإنه قد صح عنه أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكر الله به ملكاً كلما دعا دعوة قال الملك ولك مثله قال رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة وأصل سؤال الخلق وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجباً على السائل ولا مستحباً بل المأمور به سؤال الله تعالى والرابة إليه والتوكل عليه وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة وتركه توكلاً على الله أفضل قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب أي رغب إلى الله لا إلى غيره وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هو من أصح ما روي عنه وفي المسند ليحمد أن أبا بكر الصديق كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئاً قال رحمه الله وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به بخلاف سؤال أهل العلم فإن الله أمر بسؤال أهل العلم وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وقال تعالى واسأل من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا وهذا لأن العلم يجب بذله فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وهو يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل ولهذا يشبه بالمصباح وكذلك من له حق عند غيره من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده وكذلك مال الفي وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل القرية وكذلك الغريم له أن يطلب دينه من من هو عليه قال رحمه الله وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر